وزارة الداخلية تنظم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسنين بالمحافظات كافة رئيس الوزراء البولندي يعلن عن جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين وبنك إنجلترا يرفع الفائدة بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبوقة السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت تدلغت نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع التراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 14 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ثلاثة أطنان سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من سبعة أطنان كما تم ضبط قرابة أربعة أطنان دقيق مدعم في مجال الاستلع على السلع المدعومة وضبط 244 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز نظمت وزارة الداخلية زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسلمين بكافة المحافظات وقامت بتوزيع هدايا عليهم وهو الأمر الذي أشهد به وبما تقدمه الوزارة من دعم مستمر لهم وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم قد إيه فرقت مع الأطفال أنه هم دي حاجة تفرحهم وهم لأنه في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من السنة بييجوا وبصراحة أنا بحس أن الأطفال بيفرحوا كتير قوي بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على المبادرة جميلة جداً اللي عملتها النهاردة ووزعك أحكي العيد والبسكوت على الأطفال وطمعاً شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاعهم وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات هذا شعور جميل جداً الحمد لله كان له صدق كويس جداً عن الأطفال وعن لزويهم والحمد لله كانت زيارة كويسة جداً ولها أصر معنوي حاجة جميلة وحاجة تتسعيدنا وتفرحنا وتدخل الفرح للأطفال أنا كنت مبسوط أن الزباق جمه صار معي كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدرعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات تشكرين أوي لحضراتكم وتشكرين أوي لكم وتشكرين لاستضافتكم لنا هنا في الضرع عندنا وكمان النهاردة الحمد لله يعني سعيدة جداً أن وزارة الداخلية اخترت الفندق واخترتنا تشجيحهم لنا وبتسمتهم وهداياهم بصراحة الواحد يعني محمل بجمال كثير قوي هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إطلاق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب ضد روسيا إلى ذلك قال زيلينسكي إن هناك مدنيين يحتاجون إلى الخروج من مخابئ محصنة تحت مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية بعد قصف روسي أدى إلى تناثر ركام خرساني في المنطقة انتهت اليوم المرحلة الثانية من عملية الإجلاء في ماريوبول تم إجلاء أكثر من 344 شخصاً بنجاح من المدينة وضواحيها هذا هو عدد الأشخاص الذين غادروا اليوم إلى زابوريجيا وفريقنا يستعد لمقابلتهم سنقابلهم بنفس الطريقة مثل أكثر من 150 شخصاً تم نقلهم بنجاح من أزوفستال سيحصل كل منهم على المساعدة اللازمة وستتم معاملتهم جميعاً بأكثر الطرق دعماً من قبل دولتنا أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر دولي للمانحين في العاصمة البولندية وارسو وأوضح مورافيسكي أن الأموال التي تم جمعها خلال المؤتمر سيتم تخصيصها لدعم أوكرانيا ولجميع من يدعمونها خلال الفترة الحالية أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين عن تقديم 200 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر تعهدت فوندرلاين بمواصلة دعم الشعب الأوكراني يتي ذلك في وقت أشارت فيه المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار تتفق اللاجئين من أوكرانيا سيؤثر ديمغرافيا على دول الاتحاد الأوروبي أكد الكريملين أن الدعم الاستخباراتي والعسكري الغربي لأوكرانيا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها وفي كلمة له اتهم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف دول الغرب بالحيلولة دون نهاية سريعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من خلال إمداد كييف بالأسلحة وزيادة تدفق هذه الأسلحة إلى أوكرانيا أعلن حاكم منطقة لوهانسك مقتل خمسة مدنيين بسبب القصف الذي شنته القوات الروسية على المنطقة على مدى الـ 24 ساعة الماضية وأضاف حاكم منطقة لوهانسك أن القصف تركز في سيفرو دونسك وبوباسنا فيما أعلنت أوكرانيا عن التصدي لأحد عشر هجوما روسيا على إقليم دونباس أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية حاولت التقدم داخل مدينة إزيوم الأوكرانية وقال مسؤول رفيع في البنتاجون أن القصف الروسي تركز على دونباس وشمال ماريوبل والذي لا يزال فيها نحو ألف جندي روسي معربا عن اعتقاد واشنطن بوجود مقاتلين شيشان في المدينة وآخرين من مجموعة فاغنر في أقليم دونباس أعلنت موسكو أن الجيش الروسي أجرى في منطقة كالينجراد محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال مناورات عسكرية في كالينجراد أجرى الجيش محاكاة لعمليات إلكترونية لإطلاق منظومات إسكندر الصاروخية البلستية المتنقلة القادرة على حمل رؤوس نووية وأضافت أن القوات الروسية نفذت ضربات فردية ومتعددة على أهداف تحاكي قادفات صواريخ ومطارات وبنى تحتية محمية ومعدات عسكرية ومراكز قيادة لعدو وهمية أعلنت روسيا عن قصف مواقع ومعاقل أوكرانية عديد الليلة الماضية ما أصفر عن مقتل ستمائة مقاتل وقالت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت معدات دوية في مطار كانتوفو في منطقة كيروفوراد بوسط أوكرانيا ومستودعات تبيرة للذخيرة في مدينة ميتيولايف الجنوبية أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وستين ألف لاجئ فرين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وذكرت الوكالة أن نحو خمسة وعشرين ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعة مقابل تسعة عشر ألف وأربعمائة لاجئ في اليوم الذي يسبق قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الوقت قد حان لمجموعة السبع لكي تظهر وحدتها معلنا خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن عن عقوبات جديدة على روسيا ومن بين هذه العقوبات تجميد أصول مائة وأربعين مواطنا روسيا وتوسيع نطاق حظر التصدير للشركات العسكرية الروسية وأضاف كيشيدا أن هجوم روسيا على أوكرانيا ليس مشكلة أوروبية فقط لفتن إلى اتفاق توكيو ولندن على تنسيق لمنع تغيير الوضع في جنوب بحر الصين أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد روسيا لن يصل إلى أهدافه وأن تعزيز قيمة الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل ودعت السفارة في بيان الأمريكيين إلى التخلي عن مثل هذا المصار الذي ياتي بنتائج عكسية مشيرة إلى أن استمرار موسكو في تعزيز عملتها الوطنية ساهم في استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات ضد روسيا في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهايدروكاربونات وزيادة تكلفة الوقود في العالم أكد وزير الخارجية روسي سرجي لابروف أن بلاده تهتم بالحفاظ على علاقات جيدة وبناء مع جميع الدول خاصة مع الدول المجاورة وقال لابروف في تصريحة صحفية أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول أسيا الوسطى تتطور بشكل ديناميكي بغض النظر عن تقلبات الوضع الجيوسياسي لافتا في هذا السياق إلى أن حجم التجارة مع جميع الدول المنطقة تقريبا آخذ في الإزدياد موضحا أن قوامها بالإضافة إلى المواد الخام يضم المنتجات الصناعية الزراعية والكيميائية والكتروكيمويات والأدوية والمعادن والسيارات قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربارا بومبيلي إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية خلال أيام وأوضحت بومبيلي أن بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها لذا يجب إيجاد حلول حتى تتمكن من الاندمام إلى هذه العقوبات يشار إلى أن فرنسا استضافت هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع قرار موسكو لوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما بالروب من جهته أكد رئيس شركة النفط والغاز النمساوية ألفريد شتيرن أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حظر على إمدادات الغاز من روسيا وأضف شتيرن في تصريحات صحفية أن وقف الإمدادات ستكون له تداعية كبيرة على الصناعة والاقتصاد كانت روسيا قد طالبت عملاءها الأوروبيين بدفع ثمن الغاز بالروبل وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود رومانيا لزيادة تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية مع مساعدة جيرانها وأكد بياننا للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوغان بحث في مكالمة هاتفية مع المستشار الرئاسي للأمن القومي في رومانيا الآراء حول تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا وأكد على التزامهما المستمر بدعم كييف وبفرض عقوبات على روسيا مع تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسية رفع بنك إنجلترا الفائدة إلى 1% بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبوقة حيث يتوقع البنك ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 10% هذا العام وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في عام منذ 30 مارس حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع وفي الوقت ذاته ترجعت ثقة المستهلك وسط مخاوف من تباطئ النمو الاقتصادي في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ذكرت وكالة الطاقة النمسوية أن قفزة واسعة وقياسية حدثت في أسعار الطاقة المنزلية في البلاد بنسبة 42% ذلك خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس من العام السابق وفي تقرير لها أضفت الوكالة أن أغلب الأسر تعاني بشكل متزايد من أثار الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة كما لفتت إلى أن جميع مصادر الطاقة أصبحت أكثر تكلفة بشكل كبير مما كانت عليه في العام الماضي ونشيرة إلى أن تسديل معدل التضخم 6.8% على أساس سنوية في مارس الماضي و2.1% على أساس شهري حول موجة التضخم العالمية غير المسبق وينضم إلينا هاتفيا أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي دكتور فخري تحياتنا لك أولا أزمة التضخم العالمية تلقي بظلالها الآن على العديد من دول العالم منها على سبيل المثال الحصر بريطانيا التي رفع فيها بنك إنجلترا الفائدة إلى 1% مع ارتفاع التضخم أولا كيف ترى هذه النسبة وهل نسبة التضخم في بريطانيا مرشحة للإزدياد تحياتي لسيادك والسادة المشاهدين كل سنوية طيبين فيما تعلق بتسارع معدلات التضخم نتيجة الأزمة المركبة لكورونا وأوكرانيا هذا التسارع في المعدلات التضخم يستوجد من البنوك المركزية العالمية خاصة البنوك المركزية اللي عملتها عملات احتياطي زي الدولار والاسترليني واليون واليورو في هذه الحالة هنا بنشوف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي هو بنسميه البنك المركزي زي في الدول الأخرى أنه بالأمس الأربع قام برفع سعر الفيدة بنصف المية وطبعا سبقها رفع سعر الفيدة بربع في المية معنى كده أنه خلال فترة قصيرة دفع سعر الفيدة مرتين بربع في المية يعني أن هذا سعر الفيدة في الوقت المتابة المريكية لتراوح بين خمسة سبيل تلت تربع في المية إلى واحد في المية اما بالنسبة لبنك انجلترا اليوم منذ خمس ساعات بالتقريب انه وجدنا انه البنك انجلند او بنك المركزي الانجليزي قامت برفع سعر الفايدة بربعة المية حتى وصل سعر الفايدة في انجلترا حاليا للبنك المركزي واحد في المية طبعا كانت اسعار الفايدة منذ شهر او شهر يعني او اكتر من شهر قبل ازمة اكرانيا كان معدلات سعر الفايدة تقترب من السفر تقريبا ولذلك منقول هذا هيستدعو انه باقي البنوك المركزية العالمية للدول الكبرى هتقوم برضو بمزيد من رفع سعر اسعار الفايدة طبعا ده كله لتلجين معدلات التضخم واحتواء التضخم المتسارع على المستوى العالمي طبعا ده كل ده مهم جدا اما بالنسبة لنا في مصر هنا اعتقد انه قد يرى البنك قد يرى البنك المركزي في اجتماعه القادم 19 مايو الحالي وقد يسبقه قد يعقد البنك المركزي وده من المحتمل يعني انه يرى باقد اجتماع استثنائي كان حدث فينا سبق انه ياخد قرار بقد يرى هذا البنك المركزي المصري لاحتواء معدلات التضخم المستوردة من الخارج وايضا معدلات التضخم التي جزيزية السيولة المحلية ترفع سعر الفايدة في القريب العاجل في هذه الحالة حتى يحتوي معدلات التضخم والغلاء الموجود في مصر في هذه الحالة دكتور فاقري يعني توقعات حضرتك اقتصاديا لتأثير هذه الازمة الأزمة الأوكرانية على النمو الاقتصادي العالمي وفي مصر أيضا صندوق النادي الدولي قام في اجتماعه اجتماعات الربيع ده كانت يوم 18 أبريل الماضي تقريبا من حوالي اسبوعين يعني قام بمراجعة لمعدلات النمو في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية بحيث ان هو في هذه الحالة تصارع معدلات التضخم واتخاذ البنوك المركزية العالمية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وغيرها في هذه الحالة بتجديد السياسة النقدية يعني تقليص السيولة في جسم الاقتصادات العالمية حتى يحارب التضخم ويقلل من عدلات النمو في الضلط على السلع والخدمات في هذه الحالة مما يؤدي إلى أن يكون في تضخم أيوة لكن تضخم متباطع وليس متسارع وقد يؤدي ذلك إلى عملية تجديد السياسة النقدية بتقليص السيولة وانتصاص السيولة من جسم الاقتصاد قد يؤدي هذا إلى مزيد من التباطع في معدلات النمو والمشاط الاقتصادي لذلك صندوقنا الدولي راجع كل معدلات النمو في اجتماعات الربيع اللي كانت من حوالي اسبوعين بأنه قلل معدلات النمو العالمية وطبعا كانت تقرير لصندوقنا الدولي يعرف في الورد ايكناميك اوتلوك عفاق الاقتصاد العالمي بأنه خطط معدلة النمو بنسبة نصف المية بدلا ما كانت اقتصاد العالمي عينه بخمسة في المية فبيرى بأنه معدل النمو حقيقي للعالم ككل سوف يتباطأ إلى أربعة ونصف المية بالطبع عشار إلى أنه كل منطقة من مناطق العالم منها كل منطقة لها معدلات النمو معين سواء كانت الشرق العوسط والشمال الأفريقيا منطقة أسيا هي الأخرى فكل منطقة قامت بتحديد ومراجعة معدلات النمو دكتور فخري يعني تقارير دولية بتتوقع أنه أسعار المواد الغذائية بتواصل ارتفاعها على المدى القصير ومدى الطويل تدعيات هذه الأخبار على المستهلكين في العالم كافة وهل دعوات ترشيد الاستهلاك التي سمعنا عنها في دول عدة كألمانيا مثلا ودعوات أيضا لتخزين بعض المواد الغذائية كيف ترى تأثير ذلك على المواطنين في مختلف الدول في تقرير البنك الدولي أيضا في اجتماع الربيع اللي فات من الأسبوعين مع الصندوق النادي الدولي وعدد من المؤسسات المالية العالمية وكالات التصنيف الايتماني وغيرها في هذه الحالة كان يحذر من أن العالم قد يشرط على مناطق معينة في العالم خاصة في الدول الفقيرة ما قد تعاني من أزمة غذاء ومجاعة في هذه الحالة ولذلك بدأت صندوق النادي الدولي والبنك الدولي وبعض الكنوك العالمية الأخرى تاخد بإنكبار مساندة للدول الفقيرة لما تتفادى مشكلة الغذاء على المستوى المتوسط والمدى الطويل في هذه الحالة خاصة أن أسعار الحبوب خاصة من القمح والذرة في هذه الحالة وصفة خاصة القمح والذرة بما ارتفعت بعضلات كبيرة جدا تصل إلى ما يزيد عن 50% من أسعارها ما قبل أزمة أوكرانيا وروسيا في هذه الحالة ولذلك هنا تجد صندوق النقد الدولي وضع نافذة للاقتراض للطوارئ في مثل هذه الحالات أعتقد أنه يعني مساندة هذه المؤسسات المالية الدولية سواء الصندوق والبنك الدولي بعضاءها من 190 دولة عضاء هم نفس العضاء في كل مؤسسة بيحاولوا الدول الكبيرة بتحاول أنها تضع تمويل للدول الفقيرة فيما تستطيع أن تتفادق مثل هذه الأزمة التي هي أزمة الغزاء وكذلك أيضا يتدرك مشكلة أخرى وهي الطائرات المناخية التي هي عقد المؤتمر في نهاية هذا العام في شرم الشيخ أنا بشترك دزيل الشكر دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جماعة القاهرة دزيل الشكر الحضرة أدل الناخبون في بريطانيا اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية ومن المقرر أن يشارك في إنجلترا أكثر من 4000 عضو في 146 مجلسا في الانتخابات في المدن الرئيسية بما في ذلك ليتز ومانشستر وبرمنجهام وكل ضواحي لندن البالغة 32 ضاحية كما ستجري كل مجالس إسكتلندا 32 وكل مجالس ويلزا 22 انتخابات وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سيتوجه إلى ألمانيا يوم الاثنين في أول زيارة رسمية له بعد إعادة انتخابه وأضف الإليزي أن المحادثات مع المستشار الألماني أولاف شالس ستركز على سياسات الدفاع والطاقة بعد أسبوع من وعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتسريع تطوير ترسانة نووية لبلده أطلقت بيونج يانج صاروخا أكد تاسول أنه باليستي وجاء الاختبار الجديد بينما تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استئناف بيونج يانج لتجاربها النووية التي توقفت في 2017 لا تزال كوريا الشمالية تتسبب في إرباك الدول العالم من خلال التجارب الصاروخية المستمرة منذ مطلع العام الجاري فبيونج يانج أطلقت صاروخا أكدت سول أنه باليستي بعد أيام قليلة من وعد الزعيم الشمالي بتسريع تطوير ترسانته النووية الزعيم الكوري الشمالي أكد في مارس الماضي استئناف بيونج يانج تجاربها النووية التي توقفت قبل خمس سنوات لتأتي عملية الإطلاق الجديدة قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يونسوك يول المحافظ الذي وعد بتبني سياسة أكثر صرامة مع الجارة الشمالية أما الجارة الجنوبية فقد أكدت أن الصاروخ اكتاز مسافة 470 كيلو متر ووصل ارتفاعه إلى 780 كيلو متر قبل أن يسقط في بحر اليابان توكيو أكدت أن مصار الصاروخ أنهى تحليقه خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية ولكن وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع أعرب عن أسفه من فعل بيونج يانج مؤكداً أن إطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر يهدد سلام وأمن بلاده الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش حض كوريا الشمالية على احترام التزاماتها الدولية مؤكداً أن عملية الإطلاق لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات الإقليمية والدولية فخلال الأشهر الماضية صرعت كوريا الشمالية بتحديث قدراتها العسكرية وأجرت أكثر من أربع عشر تجربة على أصلحة محظورة منذ بداية العام الجاري قال خفر السواحل الأمريكي أن الأطقم التابعة له اعترضت زورقاً صغيراً غير آمن في البحر وأكد خفر السواحل أنه تم اعتراض الزورق على بعد حوالي 37 كيلو متراً جنوب لانتي في فلاريدا موضحاً أن 49 شخصاً كانوا على متن الزورق وعيدوا إلى كوبا درب إعصار مشارف أكلهوما سيتي الأمريكية ما تسبب في حدوث أضرار أو حصار بعض المواطنين لفترة وجيزة وقال مساعد قائد شرطة مقاطعة السيمينول مات هالي أن تقارير وردت عن أشخاص محاصرين بسبب الأضرار التي لحقت بمنطقة السيمينول لكن أطقم الإنقاذ تمكنت من إخراجهم وأضف أنه لم ترد إليه أنباء عن وقوع أي إصابات ينطلق المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كاري في جولة تشمل النرويد وبريطانيا تستمر ستة أيام في الفترة من السادس إلى الحادي عشر من مايو الجاري وفي بيان للخارجية الأمريكية ذكرت أن الهدف من زيارة كاري هو الانخراط مع نظرائه الحكوميين لتسريع وطيرة التعاون لمعالجة أزمة تغير المناخ وأفادت بأنه من بين هذه السبل الحد من انبعثات الميثان وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي ومن المقرر أن يلقي قري خلال جولته فعالية مبادرة الأسواق المستدامة وتحالف جلاسجو المالي وممثلين من قطاع الأعمال والتوميل وقاد حكوميين في كل البلدين ارتفعت حصيل انهيار مبنى في وسط اللدى الصين إلى ستة وعشرين قتيلا بحسب ما أفدت به وسائل إعلام صينية رسمية بعد نحو أسبوع من سقوط المبنى الذي كان يضم فندقا وشققا سكنية ودار للسينما وانهار المبنى المؤلف من ثماني طبقات في التاسع والعشرين من إبريل الماضي في مدينة شانكشا لأسباب لا تزال مجهولة هذا وأصفرت عمليات البحث والإنقاذ عن إنقاذ عشرة أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاذ وعن سقوط ستة وعشرين قتيلا آخرين السدسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها تفشي جديد لبيروس كورونا بالصين وسلطاته الصحية تلزم سكان عدد من الأحياء بالعمل من المنزل أعلنت الصين عن تسجيل خمسين إصابة محلية ببيروس كورونا غدا تأكيدها أن سكان حية شاويانج الأكثر اقتضاضا ويضم ثلاثة ونصف ملايين نسمة يجب أن يعملوا من منازلهم يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه من العاملين المضطرين لتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات كما أصدرت السلطات الصينية قرارا لسكان عدد من الأحياء في بكين بالعمل من منازلهم بينما بقيت عشرة من محطة المترو في دميع أنحاء المدينة مغلقة مرة أخرى يعود فيروس كورونا للمشهد العالمي بالرغم من استحواز الأزمة الأوكرانية على انتباه الصحافة والإعلام إلا أن كورونا عاد من جديد وبقوة فما بين إصابات لمشاهير على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي أندرو بلينكين الذي أظهرت نتائجه إيجابية إصابته بالفيروس رغم تلقيه لجرعات من اللقاح تأتي الصين على رأس قائمة الدول الأكثر تحسسا تجاه الوباء فبرغم قلة عداد الإصابات بشكل نسبي طالبت السلطات في بكين السكان بالعمل من المنزل للحد من انتشار المرض عطلة وطنية هشة وباهتة عاشتها الصين حيث تم إغلاق عشرات من محطات قطارات الأنفاق مع فرض فحوص جماعية كما منعت سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلاقت الصالات الرياضية شوارع العاصمة بكين شهدت ازدحاماً أقل بقليل من المعتاد في أيام العمل العادية كما أدى إغلاق عشرات من خطوط الحافلات وأكثر من عشر بالماء من محطات متر الأنفاق في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا إلى تعقيد التنقل حزمة من الإجراءات الحازرة تداوم السلطات الصينية على اتخاذها بعد الإغلاق الطويل الذي شهدت شنغهاي أكبر مدينة في الصين وأدى إلى نقص الغزاء وحالة من الغضب العام كما تراجعت عائدات السياحة المحلية على مدى خمسة أيام أكثر من أربعين في الماء عن معدلها العام الماضي بحسب أرقام رسمية ولذا تصير السلطات في بكين على تجنب مصير شنغهاي التي عانى معظم سكانها والبالغ عددهم خمسة وعشرين مليون نسمة حفصا محبطا داخل مجتمعاتهم السكنية لأكثر من شهر سجلت السلطات اليابانية عشرين ألفا وسبعمائة وتسع وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى ثمانية عشرة حالة وفاة جديدة وذكرت هيئة الإداع اليابانية أن عدد الحالات الحارجة في مستشفيات البلاد بلغ حاليا ما يقرب من مائة وست وستين حالة فيما بلغت حالات التعافي سبعة ملايين وخمسة مائة وثمانية وتسعين ألف ومائتين وسبعة وأربعين شخصا تفقد رئيس الوزراء اللبناني نبيب مقاتي غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج والتي أنشأتها وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وخلال الزيارة وصف مقاتي إنشاء غرفة عمليات الانتخابات في الخارج بالخطوة الإضافية التي من شأنها شد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج داعيا جميع اللبنانيين إلى الإقبال على الاقتراع النيابي بكل حرية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء انتخابات النيابية حرة ونزيهة وشفافة والشاملة في لبنان في الخامس عشر من مايو الجاري وحث جوتيريش في تقرير جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تشكيل سريع للحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان بما يمنح الأولوية لتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة وأشار روتيريش إلى تعمق حالة الاستقطاب السياسية في لبنان لافتا إلى أن الشعب اللبناني يصارع يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية أهلا بكم من جديد ومازلنا في الشأن اللبناني حيث تجرى الانتخابات النيابية يوم الخامس عشر من مايو الجاري والتي يتوقع أن تمهد للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتقام الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات بواقع 128 مقعدا كما بلغ عدد المرشحين نحو 1044 مرشحا في ظل أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة وانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار تبقى الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في الخامس عشر من مايو الجاري هي الطريق الذي يمهد الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان فالانتخابات البرلمانية التي تجري كل أربع سنوات تتم وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف في عام 1989 بواقع 128 مقعدا بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد وزير الداخلية اللبنانية بسام ولوي أعلن في وقت سابق أن عدد اللوائح الانتخابية بلغ 103 مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية في عام 2018 إذ بلغ العدد حينها 77 لائحة فقط مع غلق باب الترشح في مارس الماضي بلغ عدد المرشحين 1044 مرشحا إلا أن العدد انخفض إلى 718 بعد انسحاب 42 مرشحا وسقوط ترشيح 284 لعدم انضوائهم تحت أي لائحة طبقا للقانون اللبناني الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا جموع اللبنانيين إلى اختيار الشرفاء الذين يتحلون بإرادة العمل في الانتخابات النيابية مستنكرا ما وصفه بتصاعد نسبة المال الانتخابي في فترة الدعاية الانتخابية مشددا على ضرورة عدم اختيار المرشحين لقدراتهم المالية بل لما في قلوبهم وعقولهم من أفكار لإنقاذ لبنان إلى الملف العراقية حيث وصل وزير الدفاع العراقية جمعة عنانيين إلى محافظة نينوى لتفقد القوة العسكرية في المحافظة وأكدت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الدفاع قاد اجتماعا مع القيادات الأمنية للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة كانت مدينة الموصل الواقع شمال العراق قد شهدت الخميس الماضي تفجير سيارة مفخخة أمام أحد محال بيع الملابس العسكرية ما أدى إلى سقوط خمسة جرحة والحق ضرر مادي بالمكان ونبقى في العراق حيث سجلت أكثر من ألف حالة اختناق بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليل الأربعة أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن العاصفة هي السابعة خلال نحو شهر حيث غطى الغبار ستة محافظات عراقية من بينها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مثل الأنبار وكاركوك والنجف وقربلاء وصلاح الدين والآن مشاهدين الكرام مع جولة اقتصادية والتفاصيل مع حكمة عبد الحميد شكرا إلهام شكرا نهى وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السابسة نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صبحت رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوغراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر وأوضح الإنفوغراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر مع نظرة بموجب عند مستقبلية مستقرة لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية بالإضافة إلى اقتصادها الكبير والنموه القوي وتابع الإنفوغراف أنه يتوقع نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد مشيرا إلى أنه ما زال من المحتمل زيادة الإرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين من روسيا وأوكرانيا أكدت الحكومة على أنه تنفيذا للتوجهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق ECI للشحنات بالموانئ البحرية والجوية ذلك على نحو يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات وأوضحت الحكومة أنها نجحت مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة و83 ألف مصدر أجنبية وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبية بالموانئ الجوية في منتصف مايو الجاري والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل كشف أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناع حول مؤشرة أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الجاري عن قيام الهيئة باستقبال 26724 رسالة تضمنت 13559 رسالة واردات صناعية و13165 رسالة واردات غير صناعية وقالت الوزارة أنها تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ما يسن في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول وتكتلات الاقتصادية العالمية مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وما يكنت كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين أكد وزير البترول طارق الملة أن هناك رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال صناعة البترو كمويات خلال الفترة المقبلة لكونها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبعية خاصة الغاز الطبعي وفي بيان وجه الملة بأهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة وكذلك أعمال الصيام الدورية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بشركات البترو كمويات القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لمواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية تواصل صومعة سدس لتخزين القمح بمركز بيبا جنوب محافظة بنسويف استقبال محصول القمح من الفلاحين والمؤردين والتجار والتقديم كافة التسلات لهم وتوليد المستحقات المالية إليهم بعد 48 ساعة وتعتبر السومعة أحد المشروعات التنموية بالمحافظة والتي تم افتتاحها في شهر مايو من 2017 الماضي لتضاف إلى المشروعات التنموية داخل المحافظة بدأنا استلام القمح المحلي موسم 20-22 بعد أجازة عيد الفطر المبارك تالت يوم العيد شغالين الحمد لله اللجنة بتبدأ فارز من الساعة 8 صباحا للساعة 6 مساء احنا الصوم عشاء غال 24 ساعة الحمد لله رب العالمين في الاستقبال القمح المحلي سيادة الوزير وجه في التوجيه الوزاري والدوابط الوزرية نحن نسلم المبالغ التوريد أو المبالغ المالية للفلاح أو التاجر خلال 48 ساعة نسع جاهدين الحمد لله رب العالمين نحن نورد الفلوس للتاجر أو الفلاح خلال 48 ساعة الساعة التخزينية هنا في الصوم عشاء 60 ألف طن موزعة على 12 خلية تخزين ساعة الخلية الوحدة 5000 طن جبت المحصول بتاعي هنا وسلمته وجبطت فلوسي وتمام التمام ونشكر سيادة الرئيس على الاهتمام الكبير بالفلاحين واهتمام زايد وهنا 100 مية التسليم تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادتها بهدف متباعة سير العمل شاملت الجولة التفقدية معدية الأفراد بالقنطرة وشركة قناة السويس للاستزراع المائي عقب ذلك توجه الفريق أربيع لتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على الموقف التنفيذي للمخطط العام لتطوير الشركة ومدى مطابقته للجدول الزمني المقرر وتبع رئيس الهيئة مستجدات أعمال الاستزراع حيث من المقرر بدء استزراع 11 مليون زريعة جنبري مطلع الأسبوع القادم في الولايات المتحدة ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ولكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من مكاسب في الأجورة وقالت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة قد ارتفع إلى 19 ألف و200 ألف طلب إلى 200 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع الماضي وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف فبراير وسط طلب قوي على العمال انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة وعودة إلى إلهام ونهى إليكم شكرا جزيلا لك حكمة أجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة نهاية نشرتنا إلى علاوينها وزارة الداخلية تنظم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسنين بالمحافظات كافة رئيس الوزراء البولندي يعلن عن جمع أكثر من ستة مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين بنك إنجلترا يرفع الفائدة بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبقة وصلنا وإياكم إلى ختم نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة